هروح ليه نقابة الأطباء اللي بتعلن ان فيه 3500 طبيب استقالوا من وزارة الصحة خلال 2019 بسبب التعسف الإداري انت عارف يعني ايه 3500 طبيب يعني انا معرفش اجمالي عدد الأطباء المسجلين في وزارة الصحة بس بيقولك ده تعنت اداري وتعالوا نروح لضيفي الكريم على الهاتف دكتور محمد عبد الحميد امين صندوق نقابة الأطباء دكتور محمد عبد الحميد بعد مساء الفل لماذا يستقيل 3500 طبيب من العمل بوزارة الصحة السلام عليكم استاذ محمد ازايك وازاي مشاهدين في الكرام اهلا بحمد طبعا اه الوضع في وزارة الصحة لا يخفى على احد اه تعسف اداري اه بيت عمل غير صالحة رواسف ضعيفة بدل عدوى هزيل اه قانون مسئولية طبية الطبيب لو خطأ اخطأ بسيط جدا بيعاقب بالقانون الجنائي اه دراسات عليا مفيش على حساب الطبيب رغم ان انا عندي قانون ان الطبيب مفروض دراسات العالية على حساب جهة العمل في الوضع العام طبعا اعتداءات متكررة على الاطباء وبيحملوا الاطباء ضعف المنظومة الصحية وسوق المستشفيات وعدم تجهزها فما بيلاقوش قدامهم الا طبيب بيحملوا المسئولية فالعاملات متكررة تكون يومية او حتى كل تاعة مش كل يوم كل هذه الظروف دفعت الاطباء بالاستقرار من الصحة انا عندي السنية دي 3500 سنة اللي قبلها كان 1800 من سنة من سنتين كان 1000 وفي الزياج لو عادنا نستنى شوية فعلا مش هنلاقي اطباء يعالجوا الشعب المنظومة طب بس دي مشكلة مزمنة منذ سنوات طويلة وليست في عهد الوزيرة الحالية فقط طبعا مشكلة مترسبة على اثنين لكن طبعا الوزيرة الحالية للأسف تهمت فيها جزء كبير جدا الوزير بتطلع قدام التلفزيون بتعمل شوء اعلامي كان فيه مسابقة من سنة ونصف على تحسين بيئة العمل وكان فيه جايزة 100 ألف جنيه لو كان علشان تحسينه تكن اطباء والطمريد وإلى هذه اللحظة تكن اطباء غير ادامي طب ما تديني حلول سريعة تنتظرها النقابة من الوزارة رقم واحد تعطف الاداري رقم اثنين الدراسات العليا على حساب بيئة العمل رقم ثلاثة حماية للفريق الطب مش بس للأطباء الجميع العامين في منظومة الصحية أهم حاجة الرواتب المقترحات دي وصلتها للوزيرة بدل المرة 100 الوزيرة الحالية عدة مرات والوزير الصابق والصابق خلينا نقول أنا بشكرك أولا دكتور محمد عبد الحميد أمين صندوق نقابة الأطباء وفي انتظار رد وزيرة الصحة أو المتحدث الرسمي دكتور خالد مجاهد ترجمة نانسي قنقر